السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس السيرة النبوية دروس وعبر مجالسه هي رياض غناء وبساتين وفيحاء نقطف من أزهار السيرة ما يكون لنا منهجا ومسلكا في حياتنا وفي تعاملاتنا ونتعبد ونتقرب إلى الله عز وجل بذكر سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس السابق تكلمنا عن بعض الدروس وليس كل الدروس بعض الدروس الهامة فيما يتعلق بالفترة المكية التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة وفي هجرته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام أصبعت هناك مرحلة جديدة من مراحل حياته عليه الصلاة والسلام تمثل منعطف في تاريخ الإسلام بل في تاريخ البشرية جمعا وقد فاز بالنبي عليه الصلاة والسلام الأنصار الذين عاهدوه وعاقدوه على أن يحمونه بكل ما يملكون وأنهم لا يسلمونه وأنهم سيبقون معه حتى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى ففازوا بهذا بينما غيرهم خسروا خسرانا مبينا وظلوا ضلالا بعيدا حينما كانت هذه الجوهرة بين أيديهم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك أبوها ورفضوا أن يحموا النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ كلام ربه جل وعلا الفترة المدنية أخواني وأخواتي فترة جديدة تغيرت فيها كثير من العمور حتى في قضايا التشريعات كانت الفترة المكية تنزل فيها الأمور مجملة الصلاة كانت ركعتين الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده الصيام صيام عاشورة كثير من القضايا كانت تأتي مجملة في الانتقال إلى المرحلة المكية واستقرار النبي عليه الصلاة والسلام هناك وبناء دولته صلى الله عليه وآله وسلم بدأت تشريعات تنزل بشكل مفصل ومبين ولذلك جاءت الصلوات نزلت الآن نزلت الصلوات وكيفية يعني الزيادة قضية تغيير تحول القبلة وقضايا كثيرة حتى الزكاة والصيام وغير ذلك من الأمور لكن قبل أن نخوض غمار الفترة المدنية أحب أن أذكر بعض النقاط الهامة لنربط الأحداث بعضها ببعض النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة وهذه الهجرة كانت واجبة هذه الهجرة كانت واجبة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جميع المسلمين وتعلمون بأن الهجرة الانتقال الانتقال من مكان إلى مكان هذا من حيث اللغة العربية الهجرة الانتقال أو مفارقة المكان الهجرة في المصطلح الشرعي هو الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لكن لما نستقرأ الهجرة التي مر بها الصحابة ومر بها النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن الهجرة أنواع الهجرة الأولى هجرة طلب الأمان وذلك في الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة حيث أن الصحابة رضي الله عنهم أوذوا إيذاء شديدا حتى كادوا أن يستأصلوا على يد قريش فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحميهم ولذلك سمع عن هذا الملك الصالح النجاشي وأنه رجل عادل ولذلك أرسلهم هناك فأمنوا وأقاموا في الهجرتين وذكرنا يعني شيء من أمور الهجرتين وكيف أنهم عادوا في الأولى ورجعوا في الثانية النوع الثاني الهجرة الواجبة من مكة إلى المدينة وكانت هذه واجبة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة ومن جلس في مكة وهو مستطيع الهجرة فهو آثم ولذلك قال الله جل وعلا الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها ولذلك جاءت العقوبة وجاءت يعني جاء العتاب لهم ثم استثن الله جل وعلا قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا ياهتدون سبيل وكان من المستضعفين ابن عباس وأمه فاطمة نعم ابن عباس ونسيت أمه لكن كانوا من المستضعفين كانوا مستضعفين وذلك بقي هناك لأنه ما عنده قدرة على الهجرة لا هو ولا أم ثم بعد ذلك بدأت الهجرة القبائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام للبيعة يبايعون النبي سلم على الإسلام وعلى الجهاد وعلى بقية العبادات ويرجعون إلى أوطانهم وبينما المسلم الذي يقيم في بلد غير مسلم فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يستقر في المدينة ولذلك فيما بعد لما ضاقت المدينة بأهلها أذن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض القبائل ولبعض الأشخاص أن يرجعوا إلى أن يرجعوا إلى أوطانهم وهناك طبعاً الهجرة المستحبة وهي كانت بعد مكة بعد فتح مكة ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وني فكانت الهجرة بعد فتح مكة بالنسبة لمن في مكة أو من هو خارج مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستحبة وليست بواجه لكن الناس كانوا يذهبون فيبايعون النبي عليه الصلاة والسلام طيب ما المقصود بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أمر من الله بانتقال الناس من مكة إلى المدينة لأن مكة كانت دار كفر ودار شرك ولذلك لا يمكن لأحد أن يعيش فيها بسلام ولا يمكن لأحد أن يقيم فيها شرع الله سبحانه وتعالى فكانت الهجرة واجبة حتى لا يكثر سوادهم حتى لا يستعمل أهل الإسلام في مكة بما يعود بالنفع والقوة لمشركي قريش لأن هناك من المسلمين من كان تاجرا من كان صانعا ومن كان له مشاركات لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الجميع بالهجرة حتى لا يكثر سوادهم ولا يقوى من شوكتهم وهذا لا شك بأنه أمر واجب وفرض لازم النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر لم تكن الهجرة بهذه السهولة المتوقعة فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض نفسه للخطر وعرض أيضا تعرض أصحابه للخطر وهناك أحوال فردية برز فيها الإيمان يعني مثل صهيب الرومي قبض عليه المشركون وقالوا أنت قدمت مكة وليس عندك شيء فاتجرت وعملت عندنا ما تذهب إلا وتعطينا المال وإلا قتلناك فدلهم على المال وهاجر إلى الله وإلى رسوله وضحى بهذا المال الذي جمعه بكد يمينه وعرق جبينه ومعاناة سنين طويلة احتسبه عند الله سبحانه وتعالى أبو سلمة بن عبد الأسد أيضا أمو سلمة محاولة وذكرت شيء من هذا كيف أنهم مارسوا عليهم عربدة ويعني أذية وإقصاء وسحق وكل أنواع التنمر إن صح التعذير والإيذاء ومع ذلك صبروا في جنب الله فنصرهم الله عز وجل الأمر الآخر المدينة كانت جديدة على الصحابة رضي الله عنه فطبيعة المدينة طبيعة زراعية بخلاف مكة فمكة طبيعتها جبلية ولذلك ليس فيها شيء من الزراعة ولا البساتين ولا النخيل إلا أشياء يسيرة لكن لم تكن ظاهرة ولم يكن شيئا معروفا وإنما منطقة جبلية وعرى وصعبة كما قال إبراهيم ربي إني أسكنت من ذرية بواد غير لزرع عند بيتك المحرم ربنا أن يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهو إليه بينما المدينة مدينة هي ذات نخل وبذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أريت أنني أهاجر إلى أرض ذات نخل فذهب ظني إلى هجر هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو اليمامة فإذا المدينة هي دار الإيمان وموطن ورسول عليه الصلاة والسلام وبناء دولته صلى الله عليه وسلم طبعا المدينة بسبب الآبار والمياه والزروع كان فيها وباء وهذا الوباء الحمى ما من أحد يأتي إلا ويصاب بهذه الحمى إصابة شديدة فكانت من يأتي المدينة من يأتيها يصاب بهذا الداء ولذلك أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أصيب ثلاثة من أصحابه أبو بكر الصديق وبلال بن رباح وعامر بن فهير حتى أوشكوا على الموت وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تعود والدها وبلال فأتت عائشة رضي الله عنها وكانت جارية صغيرة تقول لوالدها كيف أنت يا أبي كان يقول كل مرء مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعلي كل مرء مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعلي ثم أتت إلى بلال فقالت له كيف أنت يا بلال قال ألا ليت شعريها الأبي تن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أريد يوما مياها مجنة وهل يبدو لي يقول ألا ليت شعري هل أبي تن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أريد يوما مياها مجلة وهل يبدو لي شامة وطفيل جبلان معروفا ومرت على عامر بن فهير وهو يقول إني وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه يعني يعني يرتجزون وهذا الشعر يعني واضح منه الألم فهي عبارات مشحونة بالألم والوجع والمشارفة على الموت ومع ذلك ما كره رضي الله عنه هذه صورة لثلاثة من الصحابة ولكن بالمجزوم أن بقية الصحابة أيضا أصابه فقام النبي عليه الصلاة والسلام فدع الله طبعا استمرت المسألة الحمى فكانت تأتي كثيرا حتى قام النبي عليه الصلاة والسلام فدع الله أن يطهر المدينة من الحمى فانتقلت الحمى إلى الجحفة إلى الجحفة الآن اللي هي الميقات الميقات لأهل مصر والسودان ومن وراءهم قديما والآن جنبها رابغ القرية الصغيرة قديما قرية الصغيرة هي الآن فانتقلت الحمى إلى هناك فنقى الله ونجى المدينة من هذا الوباء مسألة أخرى وهذه من المهم جدا هي معالم لا بد أن نذكرها قبل أن ندخل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة حتى نعرف نربط الأحداث بعضها ببعض النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل وصل إلى إلى قباء وبقي فيها قيل أربعة عشر يوما عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على ماذا يدلنا على حلم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أناته وعلى تريثه صلى الله عليه وسلم ولا شك بأن هذه نظرة القائد العظيم صلوات ربي وسلامه عليه فلم يدخل المدينة مباشرة مع شوق أهل المدينة ورغبتهم بتكحيل أعينهم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه بقي هناك وفي بني سالم بن عوف وثم بن المسجد مسجد قباء وثم كلما مر على قبيلة من قبائل الأنصار كل يقول عندي يا رسول الله عندي يا رسول الله وهذا يدلنا على أن الإسلام أطبخ على أهل المدينة فلم يبقى بيت إلا ودخله الإسلام إلا بيوت المنافقين وهذه الرغبة الشديدة الجامحة للإسلام هي التي جعلت الأنصار في هذا المقام قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم فوصف عظيم تزكية من الله جل وعلا عظيم ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كلما أمسك الناس بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوها فإنها مأمورة دعوها فإنها مأمورة حتى إذا بركت في المكان الذي في مسجده الآن عليه الصلاة والسلام وكان مربدا ليتيمين من عيتام الأنصار قامت الناقة نهضت وبعدما بركت ثم سارت ثم التفتت فعادت إلى المكان فقال هذا المكان فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام وبنى مسجده صلوات ربي وسلامه عليه ثم بنى بيوتاته صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة أيضا الصحابة رضي الله عنهم بالنسبة للمهاجرين هم غرباء في الأصل وهم طارئون على المدينة وطبيعي جدا أن الإنسان الطارئ على المدينة لا يكون مثل أهل المدينة فسيكون عنده من الحرج والحياة والخجل عنده من التردد والتلك الشيء العجيب لكن النبي عليه الصلاة والسلام حطم هذه الأشياء بالمؤاخاة فآخى بين المهاجرين والأنصار في صورة مشرقة مشرفة جميلة تشير إلى هذا الاندماج بين الصحابة رضي الله عنهم ليمثل صورة عظيمة تأكس ما في قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض نبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والحم فحصل مؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار وقل مناسبة ذكر البلاذري وغيرهم من أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام آخا بين المهاجرين في مك فآخا بين أبي بكنا وعمر وآخا بينه وبين علي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي وآخا بين حمزة وزيد بن حارثة وآخا بين فلان وفلان والواقع بأن هذا كما قال شمس الدين بن القيم وكذلك أبو الفدى الحافظ بن كثير بأن هذا غير صحيح لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام آخا بين المهاجرين وإنما أخوة الإسلام وشيجة الإسلام كانت أعظم من أن يؤاخي بين اثنين فلقد كانوا على قلب رجل واحد وكان عندهم من الترابط الشيء العظيم الذي سجلته السيرة ولذلك ما ذكره بعض أهل العلم من أهل السيرة على أن هناك مؤاخاة في مكة هذا غير صحيح ضعيف وإنما المؤاخاة كانت في المدينة والمؤاخاة في المدينة كانت تقوم على الأخوة التآخي والنصرة والوراثة والوراثة يعني دخل المهاجري على خط الورثة بالنسبة للأنصاري ودخل الأنصاري على خط الورثة بالنسبة للمهاجري فكانوا يتوارثون ثم نسخ قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجر إلى آخر الآيان والمعنى بأن النبي عليه الصلاة آخا بينهم فلان أخو فلان 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 أخو فلان على النصرة وعلى الأخوة وعلى التوارث ثم نسخ التوارث وبقي ماذا التناصر والإخاء والمحبة بقي أما الوراثة لا لماذا؟ لأن هذه فطرة الله عز وجل جعلها في الأرحام في الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله صورة المؤاخة عجيبة جدا لدرجة أن الصحابة من الأنصار من أهل الزروع ومن أهل البساتيل كانوا يدعون إخوانهم إلى أن يقتسموا ما بينهم وبين ما بينهم فيما يتعلق بالأموال حتى أن هناك حالة فردية عجيبة تنم على هذه الأخوة المتجذرة في قلوب الصحابة لما يقوم سعد بن الربيع فيقول لأخيه عبد الرحمن بن عوف عندي دارين خد دار وابقى لدار ثم يقول عندي زوجتين أطلق إحداهم في صورة عجيبة طبيعي جدا لكن يعني بلغت المحبة والأخوة في قلوب الصحابة مبلغ إلى أن الإنسان ممكن يتخلى عن كل شيء لأخيه لكن عبد الرحمن بن عوف كان أسمى وأرقى من أن يقبل مثل هذا لا في ماله ولا في أهله لكن قال دلني على السوق وين سوقكم عبد الرحمن خرج مهاجرا إلى الله ورسوله بإزاره وردائه ولم يكن معه شيء فقال دلني على السوق فقال هذا السوق فذهب يبيع في الأقط والتمر وكذا فربح حتى أصبح من أغنياء الصحابة أصبح الإمبراطور مالي إن صح التعذير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولذلك يقول ما أظنني ما قلبت حجرا إلا وجدت تحته ذهبا الله أكبر بارك الله عز وجل وهكذا الصحابة ولذلك هنا الأنصار رضي الله عنه لما رأوا هذا الحاجز النفسي عند المهاجرين في قضية يعني التردد وكذا وبدأت عملية الأخوة وصارت هذه التغذية الإيمانية أصبحوا يدلون إخوانهم على السوق وعلى كذا وكذا حتى أصبح المهاجرون أصبح من هاجر من مكة إلى المدينة أصبحت دارا له فحصل الاندماج طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بعد في مسائل خارجية خارج المدينة وإنما بدأ يؤسس فالتأسيس هذا تم عن طريق جملة من الخطوات لم يسمح لأحد أن يبقى في المدينة عفوا لم يسمح لأحد أن يبقى في مكة لم يهاجر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان وأنه يجب عليه حتى تقوى شوكة المسلمين وتضعف شوكة المشركين الأمر الثاني المدينة مجموعة من القبائل يتزعمها الأوس والخزرج هناك ثلاث قبائل من اليهود طارئين وطارقين على المدينة طرقوا المدينة وطرعوا عليها هم ثلاث قبائل بنو قريضة و بنو قينقاع و بنو النظير هناك قبائل على الأطراف فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأخوة صهر المجتمع المدني صحره و جعله أمة واحد وجسدا واحد فأذاب هذه الفروقات أذابها ولذلك ذهبت القبلية ذهبت العنصرية ذهبت الطبقية ذهبت الآنية الذاتية والأنانية واعتلت شجرة الإيمان وخوة المؤمنين فأصبحت وشيجة الإيمان هي الوشيجة العالية التي يستضل بها الصحابة رضي الله عنه و أرواها في صورة عجيبة ما سمحت أبدا لا لليهود ولا للمنافقين ولا للشانئين المبغضين أن يخترقوا هذا المجتمع ليحدثوا فيه انقلابا أو يحدثوا فيه مشكلة للنبي عليه الصلاة والسلام صورة عجيبة حتى أن العنصار كانوا قبيلتين الأوس والخزرة وكان بينهم من الاحتراب والاقتتال الشيء الذي لم تجف في الدماء بعد فأعداء الأمس أصبحوا إخوة اليوم في صورة عجيبة جدا ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم معقول أعداء الأمس اليوم إخوة متحبين مترابطين دفنوا الماضي وأغلقوا ملف هذه الحروب والأيام السوداء بينهم نعم ولذلك قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا هذا الجانب الدنيوي وكنتم على شفى حفرة من النار الجانب الديني مشركين كانوا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آيات المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام صهر هذه الأشياء كلها وأعلى جانب الوشيجو ولذلك يعني إن شاء الله في المجالس القادمة نلحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح جميع الطرق وبذل الأسباب كلها لإبقاء هذه الوشيجة العجيبة حتى ضرب الصحابة يعني أروع الأمثلة في الأخوة وفي التقارب والتحابب في صورة عجيبة جدا تذل على أن هذا الأمر إنما هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في قضية بناء المسجد ولذلك أول اهتمامات النبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع رجله في المدينة أن بنى المسجد وهذا يدلنا على قيمة المسجد في الإسلام فبنى هذا المسجد العظيم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكان المسجد محل العبادة والطاعة والذكر وأيضا كان محلاً لاجتماع النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب منصب النبوة ومنصب الإمام العظمى ومنصب القضاء ومنصب الفتية ولذلك كان المسجد هو محل النبي عليه الصلاة والسلام لإدارة هذه الأعمال وليكون المكان الذي يلجأ إليه كل من هو طارع على المدينة للإسلام أو للتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام طبعاً بعدين المسجد اقتصر يعني انتهى دور كثير من الأشياء فبقي المسجد للصلوات الجمع والجماعة ولذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن ولتعليم العلم بينما الأمور الأخرى خلاص حتى في عهد عمر رضي الله عنهم أمر في مسجد الكوفة لما بلغه أن الناس يجتمعون هناك بنى لهم دار يأمر طبعاً سعد بن وقاص كان هناك دار بجوار المسجد من عنده شعر يروح هناك من عنده حديث من يريد أن يعني يجلس ولا شيء هذا هذا مكان بجوار المسجد يعني مثل بعض المجالس الآن في بعض الأحياء مجالس حلص روح للمجلس هذا أو ديوانيات مثلاً أو شيء المسجد خلاص ما بنيت المساجد إلا لذكر الله وللصلاة لذكر الله وللصلاة وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصدر البيانات من خلال المنبر غير خطبة الجمعة فكان إذا طرأ أمر أو أراد إبلاغ الأمة بأمر يقوم على المنبر وهذا مثل ما يسمى عندنا الآن بالخبر عن طريق وسيلة من وسائل الإعلام مثلاً ولي الأمر يريد أن يخبر الأمة أو يعمم على الأمة أو يرشد الأمة إلى شيء يأتي فعن طريق الوسيلة الإعلامية خلاص أصبح المسجد الآن فقط للعبادات والطاعات وليس محلاً لأن يكون مثلاً منتدى من المنتديات اللي كان العرب يجلسون فيها فالنبي عليه الصلاة والسلام بني المسجد ولذلك المسجد أصبح مجمع للصحابة رضي الله في الصلاة الخمس وفي غيرها حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس من بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام يتحدث مع أصحاب من رأى منكم اليوم رؤيا فيجلس عليه الصلاة والسلام والناس يسألونه ويتعلمون منه صلوات الله وسلامه عليه ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع من الانسحاق الداخلي بين الصحابة تحت أي ضر تحت أي ضر ولذلك لم يسمح النبي عليه الصلاة والسلام ببروز شيء من العصبيات أو العنصريات وهذا طبعا سيأتي معنا إن شاء الله لكن ما في بأس أني أقدمك يعني مثال على ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه طبعا حث النبي عليه الصلاة والسلام على توثيق الغوابط الأخوية بين المؤمنين اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في صنع الصحابي بحيث أن هناك تكون شخصية مستقلة عقائدية بحيث لا تؤثر فيها أي أمور خارجية أيضا النبي عليه الصلاة والسلام دفن كل ما يدعو إلى العصبي يعني مرة من المرات لما كان في غزوة وكسع مهاجري أنصاري أو أنصاري مهاجر غلام غلام أنصاري كسع مهاجر أو العكس فتنادوا فقال واحد يا للمهاجرين وقال الثاني يا للأنصار فاجتمع الحيان وتراشقوا فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يجر رداءه مغضبا يقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة طبعا الضمير في قوله عليه الصلاة والسلام دعوها من أهل العلم أن أرجعه إلى الكسعة وهي ضرب الإنسان على دبوره قالوا هذه منتنة يعني دعوها تركوها هذه لا خيرة فيها يعني قيل بأنه كان عند العرب شيء من هذا وأنه شيء طبيعي فأنكره الآخر وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد دعوها يعني هذه العصبية هذه العصبية قال دعوها فإنها منتنة ولذلك أبو العباس بن تيمي رحمة الله وغيره من أهل العلم وقفوا عند هذا الحديث وعند هذه الحادثة ووقف قالوا بأن اسم المهاجرين واسم الأنصار اسمان شرعيان جاء في الكتاب والسنة ومع ذلك لما تعصب لغير الحق ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة وهذا يدلنا على أن الإنسان لا يجوز له أن يتعصب حتى لو كان على اسم شرعي بغير وجه حق ما يجوز يعني التعصب للشيخ مثلا بحيث أنه يعتقد بأن الحق متمثل فيه ويجعله محل الانتصاب والانتصار ومحل الولاء والبراء أو إلى القبيلة أو إلى فئة أو إلى جماعة هذا لا يجوز التعصب لا يكون إلا لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهما المصدران الذين يمثلان الوحي من الله عز وجل أما القرآن فكلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود وأما السنة صحيح السنة النبوية ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فنؤيضا وحي الله قال تعالى وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى فلذلك التعصب لهما أيضا التعصب لهما ليس المعنى التعصب الأعمى اللي مثلا يأخذ بظواهر النصوص مثلا وأيضا يوالي ويعادع لا يعني مقصود فيه أن يلتزمهما فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعو المعنى بأن هذا هو الأمر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بنى الإنسان في المدينة بناء عقائديا بناء علميا بناء سلوكيا أخلاقيا حتى أصبح يعني الواحد من الصحابة قرآن يمشي على الأرض يعني عجيب جدا الصحابة رضي الله عنهم أخذوا من مشكات النبوة التلقوا من النبي عليه الصلاة والسلام واستسلموا لله وين لرسوله استسلام كامل ولذلك وفقهم الله وسددهم وحق لهم أن يكونوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهم اصطفاء واختيار كما أن النبوة اصطفاء واختيار أيضا الصحب اصطفاء واختيار ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بناهم بناء عقائدي فأول قضية قضية العقيدة والعقيدة لم تنتهي بهجرته من مكة صحيح كان التركيز الأساس في مكة على العقيدة لكن هذا استمر حتى في المدينة وإلى يوم القيامة سيستمر لماذا؟ لأن العقيدة هي الأساس عليها مدار الأمور كلها الأعمال كل شيء على العقيدة فإذا فسدت العقيدة فسد كل شيء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثور ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استهدف الصحابة رضي الله عنهم وغذاهم بهذه العقيدة وبهذا الإيمان وأيضا جاءت التشريعات العبادات ونزلت بعض الأمور حتى أصبح الصحابة رضي الله عنهم يعيشون فترة إيمانية عجيبة قائمة على الاستسلام تخيل يأتي تأتي آيات الحجاب المرأة ما تخرج من مسجد إليه يوم تحجبه ما تقول يا رسول الله ممكن حتى أصل البيت أبدا ما أعرف عن واحد قال تصبر عليه حتى أصل البيت استسلام لله استسلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول استجابة كاملة كاملة يعني كل ما أمر الله به استجيب له كل ما نهى الله عنه استجيب له وكذلك ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وما نهى عنه وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الخمر الخمر صحيح جاء بالتدريج لأنه مثل ما قالت عايش لو قيل للناس تركوا الخمر ما ترف لماذا؟ إنه شيء يمشي في دمائهم وفي عروقهم إدمان الخمر كان عادة يعني بالعكس يعير الرجل لما يشرب الخمر أو ما يكرم الناس بيشرب الخمر فجاء التدريج في قضية منع الخمر تعرفونها المراحل هذه ثم لما قيل يا إلا ذن آمن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه يقول أنس كنت ساقي القوم فجاء من أبلغهم اللي رفع الكأس كأس الخمر ما أوصله إلى فن ما قال خلنا شرب الشربة هذه بس بس هذه واتركها لا استجابة لله أراقوا الخمر من أيديهم ثم أتوا إلى ظروف الخمر يعنيه الدنان الدنان هذه الكبيرة البراميل فشقوها ثم شوارع المدينة كأنها أنهار تسيل من الخمر ما قالوا بكرة خلونا بس بعد ما ننتهي من المجلس هذا لاحظ كيف البناء العقائدي أثر على سلوكهم في قضية الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام يعني صور رائعة وجميلة وعظيمة تشير إلى إلى استجابة الصحابة رضي الله عنه هذا هو البناء العقائدي فأي منهج لا يقوم على البناء العقائدي منهج مهلهل أعرج مشلول ما يمكن أبدا أن يستمر ولذلك كثير من الناس هؤلاء الذين ما بنوا بناء عقائدي ينهزمون من أول جولة أمام أي شبهة أو أمام أي أمر ربما يرتد على عقبيه نسأل الله العافية والسلام أو لا يكون عنده المحبة للإسلام والدفاع وإعلاء كلمة الله مثل ذاك الذي أشرب الإيمان وبني بناء عقائدي ولذلك عنده من الإيمان والعقيد ما تجعله شجاعا في الحق هكذا بنى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله ولذلك كان يعني لما نأتي إلى الغزوات كيف كان الصحابة يتعاملون في الغزوات رضي الله تعالى عنهم وعرضاه النبي عليه الصلاة والسلام شجع الصحابة على عملية الاستقرار في المدينة ومارسة التجارة والأعمال وكذلك الزراعة ولذلك كان يأتي السوق وشجع هذا يأتي إلى قن القن هو العبد الحداد فيدخل إليه تعرفون دكان الحداد وش فيه من الدخان وكذا هذا تششيع منه عليه الصلاة والسلام للعمل وإن كان طبعا قيل بأن الأصل زاره لأن زوجة القن هذا كانت ترضع إبراهيم يأتي إلى الخياط خياط المدينة يشجع العمل كان أيضا مع البناء العقائدي يبني البناء الجسماني بمعنى أن الإسلام أيضا لا يسمح بأن يكون الإنسان كسولا مريضا أو متمارضا يعني هذا كل ما يسمح فيه الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركانه وصارعه مرتين الأولى قال هذا كب والجواب والثانية صارعه فأسلم المصارع القائمة على تثبيت الخصم وليست مثل هذا المصارع التي فيها أذية لا صارعت النبي عليه الصلاة والسلام وصارعت السلف قائم على إحكام القبضة وتمكين التمكن من الخصم سابق النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة مرتين حمل الأثقال حمل الأثقال الحجارة الكبيرة أيضا شارك في مسألة الرمي لما جاء إلى مجموعة شباب يترامون بالنبل وقف معا فوضع الباقون قالوا لماذا قالوا ما يمكن أن نترامى في مواجهة قوم أنت فيهم قال ارموا وأنا معكم جميعا سابق على الخيل سابق على الإبل لاحظ هذه الحياة الجميلة راية هي ليست حياة قائمة على الرهبانية أو التقوقع في زاوية أو العزال عن الدنيا لا وإنما حياة قائمة على التأله والتعبد والتنسك مع الأخذ أخذ النفس حظها من الدنيا بما لا يتعارب مع شرع الله سبحانه وتعالى سمح النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يجلسوا مجالس يذكرون فيها بعض الماضي ويضحكون ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام المقصود بأن المدينة تختلف عن مكة حتى من الجانب الشكلي المكة كانت فيها كبت فيها سماءها ملبد بالمؤامرة والكيد على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يحسبون لكل خطوة يخطونها الإنسان إذا خرج من بيته يعني قد يحمل شعور بأنه قد لا يعود لأن قريش تتربص بهم وقعدت لهم بكل سبيل بكل طريق بينما المدينة لا اختلف الوضع فأصبت حتى نفسية الصحابة اختلفت عندي قبل مارسوا التجارة مارسوا الزراعة تزوج العزاب كثر الناس حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام طبعاً بعد 16 شهر من هجرته تحولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة فالزاوية القبلة السابقة أصبحت شبه مثلث هذه فاضية فارغة ما فيها شيء فسقفها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها محلي العزاب سمي بالصفة الصفة هي المكان المسقوف طبعاً دعوكم مما يعني يهرطق به من لا عقل له ولا علم له في مسألة الصفة وأن هذا مكان من الجنة وأنه مكان يعني فيه كذا يعني يبالغون فيه لا لا الصفة هي المكان المسقوف والنبي عليه الصلاة والسلام جعله محلي العزاب ولمن لا أهل له وكان الرجل منهم إذا جاء وسكن الصفة وجلس فيها ثم تجرى وكسب مالاً خرج من هذا المكان لأن هذا المكان ليس للإقامة الدائمة ليس للإقامة الدائمة إنه الإقامة المؤقتة وكان ابو هريرة من هذا الصفة وكان بعض الصحابة فالمكان ليس له فضيلة لو كان له فضيلة وله منزلة لقاتل عليه أبو بكر عمر ما والله سمح لأحد أبو بكر عمر يسبقهم إلى هذا المكان خاصة ببكر ما يمكن لأهل الصفة لذلك تنبهوا لهذا إخواني الصفة مكان مسقوف والمبالغات والإضفاء القداسة والقصص وكذا وأن النبي سلم لما يقول اللهم احشرني معهم هذا كله غير صحيح أنه لما رأاهم هذا كله غير صحيح الصفة وناس فقراء مساكين جلسوا في هذا المكان المسقوف بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وكان محل معروف لكل طارع على المدينة يعني أشبه ب قديم من يسمون الخان أو الاستراحة أو الموتيل أو الأوتيل أو الفندق اللي ما يكون إقامة دائم لكن كان في آخر المسجد والنبي عليه الصلاة وكان يتعاهدهم بالطعام والشراب قصة أبو هريرة في مسألة اللبن مشهورة والسجل الله سنذكرها في وقتها وفي مكانها كذلك العبادات بدأت أصبح الصحابة يستظلون بظلال هذه العبادات العظيمة هناك رغبة جامحة في يعني نشر الإسلام على نطاق أوسع لكن لم يأذن الله بعد جل وعلا حتى جاءت السنة الثانية طبعا في السنة الأولى كانت هناك مناوشات يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض السراية سرية مثلا حمزة سرية فلان وفلان سنأتي عليها ويمجرر إثبات وجود وأيضا التحذير من أي تهديد يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لأن العرب في ذلك الوقت حياة قائمة على ما يسمى بشريعة الغاب وهي أن القوي يأكل الضعيف والضعيف لا مكان له بين الأقويان والتحول الذي حصل لأوس والخزرج لا شك بأنه أصبح أصبح أهل قوة بينما كانوا جماعتين يقتتلان ما بين فترة وأخرى ويتناحران حتى كاد أن ينقرض أصبحوا جسدا واحدا وهذا لا شك بأنه أجهض كل مشروع للأعداء سواء في داخل المدينة أو في خارج المدينة أجهض كل مشروع يخطط لاستمرارية الاحتراب والاقتتال بين الأوس والخزرج الذين سماهم الله جل وعلا أنصارا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث رسائل معينة ممن حول المدينة من العراب والقبائل وعيد رسائل إلى مكة لأن المرحلة أصبحت تختلف عن مكة ولذلك بعث سرية لقتال أبو جهل وكان مع أبي جهل ثلاثمائة فارس كانوا قادمين من الشام فحال بينهم بين الصحابة وبين أبي جهل مجدي من زعماء العرب كان حليف للأوس والخزرج وحليف وحليف أيضا لقريش مجدي الجهني من جهينة حالة بينهم وانفض الفريقان ولم يحصل الاشتباك ولا اقتتال بينهم لكن كانت هذه تدل على عظم تفكير النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أنه قائد محنك من الله عز وجل كما أعطاه النبوة والرسالة أيضا وهبه ومنحه أدوات القيادة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف قائد في الوجود مثل قيادتي صلى الله عليه وسلم وهذا ما أثبته التاريخ وشهد به الموافق والمخالف والموالف وأيضا سنذكره إن شاء الله تعالى من خلال السيرة النبوية ولذلك استقروا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام فأصبح الآن التشريع ينزل كتاب يهدي وبدأ سيف يحمي بمعنى أن النبي سلم الآن أذن الله جل وعلا له بحماية الدعوة وذلك بحماية المدينة ومنع كل ما من شأنه أن يهدد المدينة من قريب أو بعيد إن شاء الله المجلس القادم نبدأ بذكر تفاصيل هذه الحياة الجميلة ونحاول إن شاء الله أن نذكر كل شيء من حياتي سواء أسرية اجتماعية العبادية أيضا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك صلى الله تعالى لي ولكم العلم النافع العمل الصالح توفيق الدائم عندي مجموعة أسئلة أرسلها الشيخ محمد يقول للسائل هل يجوز لمن به سلس البول أن يجمع بين الصلاتين في وقت واحد وبوضوع واحد لمشقة الوضوع عند كل صلاة أخوي الفاضل بالنسبة لمن به سلس البول هذا من أصحاب الأعذار ولذلك لا يحق له أن يجمع جمعا حقيقيا وإنما المشروع في حقه إذا كان ذكرا بالغا أن يشهد صلاة الجماعة فهذا ليس عذر بترك صلاة الجماعة وعندما يريد الصلاة يتوضأ ثم يخرج إلى المسجد ويضع شيء يقي من نزول البول وصلاة صحيحة ويطمئن لذلك والحمد لله رب العالمين أما إذا كان ممن لا تجب عليه الجماعة كالأنثى مثلا أو المريض مرض لا يستطيع شعور الجماعة فيجوز له أن يجمع جمعا صوريا لا حقيقيا والجمع الصوري هو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثاني إلى أول وقتها مثال يؤخر صلاة الظهر إلى قبل أذان العصر بعشر دقائق يصليها هنا يكون قد صلاها في وقتها لكن في آخر الوقت ثم إذا أذن على العصر صلى العصر بعد الأداء مباشرة فيكون قد جمع جمعا صوريا هذه في آخر الوقت وهذه في أول الوقت السؤال هل لو أنا عشت اليوم بيومي ولم أخطط لحياتي ولا ليومي أكون تركت الأخذ بالأسباب أخي الفاضل هذه المسائل الخلافية بين السلف الصالح فمن السلف من يذهب إلى أن الإنسان لا يجوز له أن يفكر في يوم غد وإنما الواجب أن يعيش يومه وبالنسبة ليوم غد رزقه مكتوب وسيصله والقول الثاني قالوا لا هذا يكون من باب ترك الأسباب ولذلك يجوز للإنسان أن يخطط لمستقبله وهذا نوع من أنواع بدل الأسباب مع التوكل على على الله عز وجل الذي على العرش استوى والذي بيده الأمر وعليه يرجع الأمر والذي هو يدبر الأمر سبحانه وتعالى والمقصود أن بذل الأسباب مشروع وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من التخطيط المستقبل ما يفيد هذا المعنى ولذلك قال تزرعون سبع سنين دأبا إلى آخر الآيات فهذا ما يسمى بالخطط السبعية الآن الدول تضع خطط خمسية وخطط عشرية هذه خطط سبع سنين وهذا يستفاد منه في جانب الأقتصاد لكن يجب على الإنسان أن يكون لديه تعلق بالله لأن من الناس ولا الأسب الشديد من يميل كل المي إلى السبب وهذا خطر على دينه لا أنت ما في بأس أنك تخطط لحياتي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ نفقة سنة لأهله بعدما فتح الله عليه خيبر أخذ مونة سنة كاملة لأهله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه ما في بأس في مثل هذه الحال فيجوز الإنسان أن يخطط المستقبل بترتيب وضعه الاقتصادي المالي نفقاته ما في بأس لكن يعتمد على الله عز وجل لأن الإنسان لديه فقر ذات وفقر صفات والله له الغنى المطلق سبحانه وتعالى هنا سؤال يقول في بعض الأحيان نغطي أقدامنا في الصلاة بلحافة بطانية فعندما نسجد أو نجلس تشهد فإن هذا اللحاف يمنع وصول القدمين للأرض فلا تمسكها أي كأنها فاصل فما حكم ذلك لا حرج لا حرج إذا كان بين الأرض والقدمين بطانية أو أي شيء لا حرج لأن هذا القدمين هنا يحصل فيها كبس على الأرض واستقرار يعني تستقر القدمان أو القدمين يستقران يستقران على الأرض ما في حرج ولله الحمد لكن الأفضل للإنسان لأن هذا قد يعني قد يجعل جلسة المصلي مائلة ممكن يحدث له ميول يعني فيتنبه الوعد إذا كانت الأخت سائلة فتلبس الشراب مثلا أو العباة الطويلة مثلا وإذا كان شخص يعني أعتقد السؤال من أخت لأن الرجل ما هو بحاجة أن يغطي أقدامه يقول أريد أن تعطيني برنامج بسيط لقراهة الكتب وطلب العلم لأني ما أدري من أين أذهب أنا ليس جواب سابق قلت من الضرورة جدا أنك ترتبط أخي الفاضل طبعا أعتقد أنك غير أنت اللي سألت ترتبط بطالب علم أو بأحد العلماء لأن الآن أقدر أنا أقول لك لكن سيطول المجال ولا بدني أبدأ من الصفر مثل ما يقولون فطالب العلم أو الشيخ اللي ترتبط فيه بيسألك أول سؤال كم تحفظ من القرآن كم تحفظ من الحديث ما هو تخصصك الدراسي أنت خرجت من شريعة من كلية شرعية من كلية تطبيقية لأن يعني قد يكون من إضاعة الوقت أنه يعطيك الآن تبدأ من الجديد وأنت أقول لله الحمد عندك حصيلة معرفية وعلمية جيدة فيأخ الفاضل ارتبط لبعض العلماء مبارك الله فيك سأل يقول أنا شخص من الله علي بحفظ قوي وبهمة لابسة بها وأريد التأصيل العلمي وشيخنا حبيظا لم ينتبهوا لي ويجعلون تأصيل الطلاب على نمط واحد لا يفرقون بينهم بالقدرات وقوة الحفظ والفهم والله يا أخ الفاضل أنا أتفق معك يعني ولذلك حقيقة من من الحكمة بالنسبة للعلماء الطالب العلم نلابد أن يعرف الفروق الفردية بين الطلاب وأن لا يعني يتعامل معهم بنمط واحد أو بطريقة واحدة هذا خطأ هذا خطأ ولذلك نجد بعض العلماء المتقدمين يخص بعض الطلاب بمزيد عناية خاصة اللي مثلك عند قوة حفظ وكذا فأنا أصحك يا أخي الفاضل الشيخ اللي أنت مرتبط فيه يعني أهمس في أذنه وقل له هذا الكلام أو مثلا يخبره أحد أصدقائك بأن فلان لدي قدرة على الحفظ الآن مثلا هو حفظ ما شاء الله الأربع النوية وعمدة الأحكام بلوغ المرام مثلا يوجهك إلى الحفظ مثلا مختصر البخاري مختصر مسلم أو بداية مثلا السنن فضروري أنك تنبه الشيخ إذا والله ما تنبه أو له رأي مثلا ممكن يعني تتواصل مع أحد العلم الآخرين يعطيك منهجية أيضا أخرى بحيث أنك تختصر الفترة الزمنية ما دام الحمد لله من الله عليك بهذا التفكير وبهذه الرغبة في طلب العلم وفقك الله وبارك فيك لكن عموما أنت عليك طبعا بحفظ القرآن أحرص على حفظي ما دام عندك القدرة على الحفظ احفظ القرآن كاملا كذلك احفظ دوابن السنة على المنهجين التي ذكر الأربعين نوية عمدة الأحكام بلوغ المرام ثم بعد ذلك تدخل في الصحيحين لو حفظت مثلا اللؤلو والمرجان ليسهل عليك مسألة الجمع بين الصحيحين كذلك تبدأ بحفظ المختصرات في دوابن السنة احفظ البقاري احفظ المسلم ثم تبدأ به مثلا حفظ السنة وجانب العقيدة ايضا جانب الفقه بارك الله فيك شيخ انا احبك فلا احبك الله الذي احببتني فيه يقول يوجد داخل الكثير من القادرات واشعر بانني منافق بل واستحق النار طبعا يقصد يظهر الأخ قادرات معنوية وليست حسية يعني عنده ذنوب وعنده كذا أقول الفاضل هذه ظاهرة صحية أبشر بخير الإنسان دائما ليتهم نفسه هذا يترقى في مدارج الكمال بإذن الله فمثل ما كان السلط يقول عبد الله بن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفس النفاق كلهم كان يخشى على نفس النفاق وعمر بن الخطاب يأتي إلى حذيف ويقول ناشدتك الله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين قال لا ولا أزكي بعدك أحدا أبدا وهذا عمر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بعد نبي لكان عمر والذي إذا سلك فج سلك الشيطان فجا آخر يهرب من عمر فهذه ظاهرة صحية ولذلك يقول الحسن ما أمينه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن يعني ما أمين النفاق إلا منافق وما خافه إلا المؤمن لذلك المؤمن دائما نفسه اللوامة حية دائما يتهم نفسه بالتقصير الواجبات ويتهم نفسه بالوقوع في عظيم الخطيئات وقد تكون صغيرة هذه ظاهرة صحية لكن أرجو أخي الفاضل منك أن لا تتجاوز الحد الشرعي لأن بعض الناس يتهم نفسه بالنفاق وكذا ثم يتجاوز الحد الشرعي فيدخل في دائرة الوسواس وهنا يصيد الشيطان يبدأ يأخذ يمينا ويسار لا اتهام النفس بالنفاق بالتقصير هذا كان الصحابة عليه وكان السلب الصالح عليه لكن الزيادة وجعل هذا سبب من أسباب ترك الأعمال والكسل تقول الله أنا أستحق النار ليش أنا أصلي ليش أقوم الليل ليش كذا لا هذا غلط الآن رسول الله قالوا يا رسول الله إذا كان الأمر أنف ففيما العمل مدام المور مقدرة فيما العمل قال عملوا فكلوا ميسر لما قلق الله قال النووي فازداد الصحابة عملا ما قالوا مدام المور مقدرة علينا ليش نعمل ازدادوا عبادة وتأله وتنسك وعملوا وطاعه لله عز وجل فأنت الآن عندك ظاهرة صحية جيدة لكن فيها مدخل خطير وهي قولك أني أستحق النار تنتبه منها هذا أخشى أن يعني يذكي الشيطان فيها شيء في نفسك فلا أحمد الله وهذه نعمة من نعم الله لأن بعض الناس أخي الفاضل للأسف يعمل عمل صغير يتألفي على الله ويدلي به على الله يدلي به على الله ويرى بأنه أخذ صك في الجنة بها لا المؤمن دائما لا يرى نفسه ولا يرى عمل شيء دائما يقول ما عملتنا ما عملتنا هكذا يقول المؤمن ويتهم نفسه بالنفاق خلاصنا يا شيخ محمد الله يبارك فيكم يحفظنا وإياكم ها يقول ما معنا التنمر هذا مصطلح جديد حبينا لط فيه الجو اليوم التنمر التنمر معخوذ منه مثلا يعني هو قصده الهجوم على الآخرين سواء حسي أو معنوي وفي الغالب هي عذية يوصلها الإنسان إلى الآخر إما بالقول إما بقدح مثلا أو شيء من هذا القبيل وطيب أن نستعمل بعض المصطلحات المعاصرة وهذا منهج لكبار العلماء مثل أبو عباس من تيمي وشمس الدين القيم كان يستعملهم بعض المفردات الموجودة في عصرهم بعض الناس يعتقد بأن التزام مصطلحات قديمة عند السلف هو الأصل هذا غير صحيح لا هذا مصطلحات تتبدل في قاعدة أصولية يقول لا مشاحة بالاستلاح ها لا مشاحة يعني مثلا لما نقول والله أدية ونستبدأ بتنمر مثلا لكل مصطلح الآن أصبح متداول هو مصطلح سليم ما في أي مشكلة ما في مشكلة ولا الحمد نختم يا شيخ محمد وعارك الله سبحانك اللهم وبحمدك شدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته